صنعاء المقبرة الواسعة والمدينة المنكوبة الموبوئة بات الموت فيها واقعا لا محالة في ظل عجز وشح للإمكانات وتفش واسع لفيروس كورونا حالات الإصابة بالفيروس تقدر بالآلاف وحالات الوفاة بالمئات استقبلتها مقابر صنعاء وقع الأمر يقول بأن المواطن لم يعد ينتظر بيان من لجنة الوباء فهو يشاهد واقع كورونا أمامه بأم عينيه في ظل فشل تام وكامل لكافة الجهود المحلية في احتواء انتشار الوباء أو محاولة الحد منه كورونا ليس ضيف البسطاء في هذه العاصمة المختطفة فقد دق أبواب الناس أجمعين ووصل إلى قيادات الميليشيات الحوثية وأرفع شريحة سياسية ففندق موفمبيك الشرقي صرعا يعج بعشرات القيادات الحوثية التي نزحت إليه مع عوائلها مصابة بكورونا ما يعني أن الجميع بات أمام خطر محدق لا مفر ولا تمييز فيه أما ما هو مستغرب على الميليشيات فهو فتح أبواب كافة المستشفيات الخاصة والعامة لاستقبال حالات كورونا خطوة ترصد بأنها تجاهل صريح لدعوات منظمة الصحة العالمية لاتخاذ الإجراءات الوقائية داخل المنشآت الطبية بتخصيص مستشفيات عزل وأقسى من خارج المدن خطوة فتح المستشفيات كلها لاستقبال حالات كورونا ستعجل من انتشار الوباء وتعميمه على الشعب عامة كما أنها خطوة غير مبررة ولا تمت إلى الإجراءات الطبية بصلاة وهو ما دعاء طباء لتحذير المواطنين من الذهاب للمستشفيات في صنعاء التي تعد بحسب وصفهم منشآت صحية موبوءة الأمم المتحدة أعلنت أن عملها في اليمن يقترب من حافة الانهيار مع تفشي كورونا يأتي هذا التصريح بعد إجلائها قبل أيام أكثر من ثلثي فريقها العامل في صرعاء وعدن صوب مطار أديسابابا وهو ما يرجح فرضيات تحول اليمن إلى مقبرة واسعة لا مجال هنا للتراشق بكرة نار كورونا سياسيا ولا مجال بعد اليوم للنظر إلى هذه العاصمة أنها مستعمرة حوثية صنعاء تستغيث وبحاجة إلى أمس الدعم للخروج من عثرة كورونا بسلام كما يجب على كافة فرقاء السياسة توحيد العمل الصحي والجهود من المهرة إلى صعدة